بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد علي عبدالل صلاة والسلام أهلا بكو جميعا في فيديو النهاردة هنوضح ازاي تقدر تشحن البطاريات وهي وصل مع بعضها على التوالي في نفس الوقت طبعا كلنا شفنا البطاريات اللي موجودة امامكو دي البطاريات دي موجودة بطاريات تابلت بطاريات خارجة من بطاريات لابتوب او بطاريات ليسيام صغيرة او بطاريات في العاب الاطفال نجيب البطاريات دي طبعا ببقى الفولت بتاعها صغيرة 3.7 من 10 فولت محتاجين ان نحنا نوصلهم على التوالي عشان نقدر نخرج فولت اكبر عشان نقدر نشغل بهم مطور او اي حاجة احنا محتاجين نشغلها بها او دايرة الالكترونية بتشتغل على فولت اكبر من كده طبعا بنوصلهم على التوالي بس بحصل معانا مشكلة ان احنا مجرب ما بنوصلهم زي مواضح امامكم على التوالي ونشحن البطاريات بالفولت كامل طبعا اللي هو الفولت الخارج اللي معانا كامل طبعا بيتسبب تلف كبير للبطاريات في الوقت دا ويحصل لهم مشكلة في الفيديو دا اوضح ازاي تقدر تشحنهم في نفس الوقت هم ووصلين على التوالي بطريقة بسيطة جدا باستخدام حاجات رخيصة جدا ان شاء الله نبدأ على بركة الله طبعا نستخدم في الفيديو دا ريلي لكل بطاريتين يعني لو معانا 3 بطاريات هنستخدم 2 ريلي معانا 4 بطاريات هنستخدم 3 ريلي بالشكل دا وطبعا هنستخدم اطراف الكم والنورمال كولوزد والنورمال اوبن باننا هنوصل البطاريات على الطرف النورمال كولوزد على طول وهنبتك لذلك فهنبتك للبطاريات على الطولي للشارجر او الشاحن هنبة ينقل على الطرف النورمال اوبن فهننجل بطاريات الى طولي ونشغل كل بطارية لوحدها فهنستخدم البيت في مرور الطيار الموجب عمامكم للطيار السالب في انه تمنع الموجب والسالب منه بان الطيار الموجب يرجع على طيار السالب جميع البيتيو الدات بالتوالي بطاريات تابلت لنوفو 3.7 من 10 فلت توصلنا على التواري بالشكل كما هو موضح هنا الطرف السالب و الطرف الموجب متوصل في السالب في البطاريات الثانية و الطرف الموجب في البطاريات الثانية متوصل في السالب في البطاريات الثالثة لحد ما يققى معنا طرفين بس هم اللي حرين ما نقدر اشتغل عليهم نبدأ ان ايسل ثلاث اطراف مع بعض هيدين 12.25 كما هو موضح امامكم بطارية الوحدة تدين 4.2 من 10 بطاريتين هيدين 8.14 بالشكل اللي هو موضح امامكم هنستخدم الرلية و هنحتاج معنا لضايض او لمجموعة من الضايض و كمان هنحتاج معنا لمبة او مقاومة 200 وحش نقوم عشان توضح لنا الشحن ونقرح على برنامج فرايتزينج فرايتزينج وبعد ذلك هنبحث على الرلية بعد ذلك هنشيل البريب بورد و هنجلب الرلية بالشكل بعد ذلك هنكتب باتري او اول اربعة حروف مش كما الشرط تكتب الكلمة كلها وبعد ذلك هنجلب بطاريتين نبدأ نوصل الطرف المجب في طرف الكم الخاص بالرلية و نوصل الطرف السالب الثاني في normal closet و نقرح لون السالب الثاني و نقرح لون السالب الثاني بعد ذلك نقرح لأطراف الخاصة بنا للخروج خاصة بالدائرة العادية اللي هي دائرة التوصل على التوالي هذا هو خروج المجب و نقرح لخروج السالب هذا هو خروج السالب و نقرح لون الازراء و نلقح لجب الازراء من الثاني من الثاني و اطراف دخول الشاحن بما يتم وصل إلى الكل الخاص بالرلية و نجلب ضايد و ن�리�ians من الثاني و نقرحها و نوصل الثاني من الثاني مرور الطيار المجب مرور السالب سيكون في اتجاه الخط البيض والموجب سيكون في حكس اتجاه الخط البيض هذا الشكل نقوم بإتجاه دخول الشحن نقوم بإتجاه الخروج الأزرق والأحمر نقوم بإتجاه كبري على طرف الـ Normal Open مع طرف الـ Coil نقوم بإتجاه العظيم على مجب سوف نقوم بتقه لفترة ب olika ضله نقوم بإتجاه الخط البيض باستخ من المجب يقوم بإتجاه مرور السالب Kaiser هو في المجب سوف نقوم بالدخول الشاحن وanting عexpl Maika موجب بإتجاه Constitution هذا البيض سوف تدخل من الشاحن الرلاي يعمل فهيعد الكهرباء سوف تدخل للباتارية رقم 1 و سوف تدخل للباتارية رقم 2 كما نوضح بالسهم أمامكم سوف تدخل للباتارية رقم 1 و سوف تدخل للباتارية رقم 2 لقد تدخل للباتارية رقم 2 لذلك الموقف ندخل للباتارية رقم 1 أدعى توالية رقم 2 و سوف تدخل لتوالي على رقم 2 و سوف تدخل تدخل 2 على الابطارية رقم 2 نبيع تدخل الابطارية رقم 2 نضع اي مادة لازقة ونضع اتجاه مرور الكهرباء ونضع اطراف الجاك الدخولي ونوصل اطراف الجاك الدخولي المعنى يتوصل على الشحن ونضع اتجاه دخول الكهرباء سواء مجب أو سالب نوصلهم في عدة سلكة ثانية وستحسن سود و احمر بنفس اللون سواء مرض الاضحة ونضع اطراف جاك الدخولي المعنى سوف نضع اطراف جاك الدخولي المعنى قام بطراف بطراف رقم 3 الى الطراف السالب ثم نجمع الثلاث أطراف الثانيين من الضايد ثم نجمع دخول الشحن معنا ونوصله على الضايد لكي يوصل الطيار السالب في اتجاه البطاريات ثم نضع الزير أو اللحام ثم نجمع الثلاث أطراف الثاني ونوصل في سلكة ونوصله على الثلاث أطراف الثاني من الضايد ثم نضع الثلاث أطراف الثاني الثلاث أطراف الثاني لأن الرسم كان أسهل بكثير ما ك palette س stool ثم نجمع الثلاث أطراف الثاني من الثلاث أطراف الثاني لكي نوصل عن طريقه السالب للكل الخاص بالرليهات نجعل الطرفين مع بعض يبقى الطرف السالب لكي يبقى جنب بعض يبقى معنا كبري واحد بس للمجب وصلنا بعد كده نجيب طرف المجب وناخد من الطرف المجب كبري ونجيب طرفين صغيرين وناخد كبري بهم لكي نوصل بهم الطرف المجب لكل الرليه بالشكل بسيطة جدا بعد كده نوصلها في الطرف المجب اللي جاي من الأدابتور أو الشحن بسيطة جدا تبقى مع أدا بسيه بسيطة جدا في الرسم الواضح جدا انهم هم تلات اربع أطراف فس إنهم هنا فارت مع أدا شوية ونجيب الحال الحالى ونوصل على طرفين أكثر على دخول الشاحن وعندما يكون أدخل فقط الواضح جدا فقط ، عندما نوصل الشاحن نجيب شاحن 5.2 أمبير أدابت 5.2 فولت وهنوصله بالشكل عندما وصلنا كما اوضح امامكم فصل الطيار المفروض يظهر معنا بطارية واحدة يعني يظهر معنا 4 فولت وواضح ان الطرف الاحمر مش وصل كويس وانا ما اخدتش بالي منه يعني ممكن نعزه كده وكده ان شاء الله تمام كده انتهى شرحنا النهاردة يا رب يا رب نكون وفينا في تقديم المعلومات لا تنسى من سلاح دعوكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته